الطفل محمد اليازجي صاحب الاربعة عشر عاما في هذه الخيمة يعيل ستة من اخوانه الاطفال الشقيقة الاصغر صاحبة ستة اشهر هنا هي اصغر الاطفال الذين يعينهم محمد الذي استشهرت والدته واختفت اثار والده او فقد الاتصال بوالده طبعا سا اتحدث معه مباشرة محمد كيف حالك حبيب الحمد لله ايش خبارك مني مين اللي حاملهم في حجرك اخوتي يوسف وطلين بحكينا عن عمارهم كيف بتراتب امور حياتك وانت اللي بتعيلهم اليوم هذا يوسف عمره سنتين وهدي طلين عمرها ست شهور انا يعني اللي بروح باجيب لاختي حليب وبامباز انا يعني بلبسها وبطعميها انا اللي يعني المسئولة عنها في كل شي ويوسف اخوي هذا يعني باجيب لبامباز وبلبسه يعني لما يكون بعيط يعني لما يعيط كيف يعني بدي يأكل كيف بدي يشرب يعني وكيف لما بدي غير رواعي ولما بدي ينام بس بس هادي مسئولية محمد هادي مسئولية انا اه انا لازم اه انا تحملتها هادي مسئولية اخوتي انا تحملتها يعني لحالة تحملتها مسئولية اختي اخواتي كلهم طيب حروح للمسئولية اللي انت متحملها اليوم لكن حكيلي عن اه والدتك كيف استشهدت بالنسبة لوالدك شو وضعه ايش اخباره انا ام استشهدت وحنا في غزة كنا قاعدين في الضار بعدين راحتي ع دار سيدة عشان اتعين ابوها وامها لا هي اجا خبر الضار هنا مكسوفة واجا ويا قال راح ابويا شوفها يا دار لا هي طلع الدار سيدة واجا قلنا انها امكو استشهدت وبعدين ضربوا دار جنبينا وخلينا احنا رحنا ع الشفها وبعد ما خلينا ع الشفها قاعد معنا ويا يومين بعدين راحة يشوف ام مالها يعني يروح يقويمها من تحت راضي منو يدفنها فقدنا فيه الاتصال بعدين ورامونا شي لنخله على على الجنوب واحنا طلعنا هنا ع رفح وفيش ولا حدا معين غير الاخوتي والدك وين الان اتصلته فيه؟ انا امرات عمي بتتصل يعني فيه بس بخبرناش عنه شي اش يعني؟ عمي يعني امرات بلقط مع الخط يعني قبل ست ايام قالنا يعني ابوكو هاي منيح يعني هو في غزة لكن كلمته؟ لا احنا من اول حرب ما كلمتهوش لو بشوفك اش بتحكيله؟ لا بادمانا انه يشوفني واروح له يعني ارجع له اش حابب تحكيله؟ حابب اقعد في حضني يعني وقع الجنبي يعني هو يعني يتحمل مسئوليتنا يعني في الوقت اللي انت بتحمل مسئوليت اخواتك؟ اه يعني هذا الوقت انا اللي بتحمل مسئوليت اختي مش ابوية اللي بتحمل مسئوليته مش ابوية يعني اللي بتحمل مسئوليته بس انت طفل يعني كيف قدرت على انه هاد المسئوليت تتحملها كيف قدرت تشوف شو مرطلبات اخواتك؟ انا واه يعني تعلمت لهم من جديد او يوسف وضعولyi حتى كمان. يعني امرات لما بدا تاكل في الليل. امرات لما تكون جاءانه في الليل بتضلط عيط بقوم يعني بوليع لها النار يعني اي يعني صعب جدا لما قوم لما قوم اوليع لها النار صعب جدا يعني لما قوم اوليع لها النار وعملها حليب. طب كيف تعملين هذه الشغلات? بولع النار. يعني كيف سرت تعرف هذي الشغلات؟ تذكرت كيف يعني كانت زمان تعملها ياهم فعاد هنا يعني بولع النار أنا يعني بتيجي عليها حتى كمان دخنها يعني وبتتلوس الهادي المية يعني والحليب بتتلوس يعني أمراض أنا بتمنى يعني يكون عندي يعني يرفع غير يعني غير الحطة بس تعمل أنا الغاز أنا بتمنى يكون عندي غاز جرة وغاز يعني غير هذا طيب هذي الشغلات إن شاء الله بتقدر توفروها أو إن شاء الله يعني تلاقيها لكن بشكل عام أنت مفروض طفل تمارس حياتك اللعب اللهو الترفيب يعني بدل هذي المسئولية كيف حياتك انقلبت هيك؟ حياتي يعني لما إحنا فغضنا الاتصال في أبويا ويعني لما استعملتنا تحملت كل المسئولية تخوتي يعني أنا البعين فيهم أنا يعني المفروض اللي حدا يعيننا أنا البعين فيه خوتي كلهم يعني أنا لحالي بأسمعين فيه خوتي يعني لأ صعبة جدا لما روح أجيب لها حليبة أو بامبس لأنه مقطوع هو يعني أنا لحالي بأعين فيه خوتي كلهم يعني أنا اللي بأعجن لهم أنا اللي بأرجل لهم يعني أمرات أخوتي أمرات أخوتي يعني بساعدوني في العجين تعال يا محمد تعال خليني أحكي مع أخوك تعال يا حبيبي تعال شوية تعال يا ميار معي بدي أحكي معاك تمام خليني تعال هيك جنبي اللي يرضى عليك تعال تعال يا محمد إيش اسمك إنتا زاهر زاهر إيش أخبارك يا زاهر الحمد لله قديش عمرك إنتا 11 11 سنة وأخوكم محمد عمره 14 سنة إنتوا اليوم عليكم مسؤولية كبيرة يا حبيبي صح كيف بتمشوا حياتكم كيف بتتحملوا هاد المسؤولية أنا محمد بروح بجيب غراد وأنا باخد بامسك أختي ولما طعيت بعملها ردعة وهو بكون طالع بكون طالع يجيب لنا شي نتغدى نفطر زي هيك لكن قادرين يتمشوا حياتكم هنا في الخيمة مش كتير هيك وهيك يعني معناش ما صار نجيب نطلع نجيب كل يوم غراد أكل وفي كتير حاجات نقصاكم كيف بتدبروها بنلبس من بعض عشان ندبرها ونتدفع مع بعض هانا بتناموا أنتو السبعة في الخيمة طيب حكيلي عن بيتكو إذا بتتذكر إشي من البيت قبل ما ينقصف إيش أخبار بيتك أنت نقصف ونحرك كله نقصف ونحن قاعدين كنا قاعدين بعدين قاعدوا يقصفوا بساطة عالي عندنا في جنبين قصفوا دار وشاردنا على مستشفى الشفاء بعد ما شاردنا على مستشفى الشفاء قاعدنا هيك عشرين يوم تسعة عشر بعدين ضربوا قسفتين دبابة وصرخ زنان على المبنى اللي احنا كنا فيه وشاردنا من المبنى والهوبية قال لي قال نحنا روحوا وأنا بلحكوا روحنا إحنا أولاد عمي أولاد عمي كمان ما جشبوهم معاهم روحنا روحنا على مستشفى حمد القطر اللي هاي روحنا عليه اللي احنا أخذنا هيك منطقة زي هذه وقاعدنا فيها قاعدنا فيها اسبوع اللي طفت علينا المجاري لما طفت علينا المجاري اخواتي عي وطلين ويوسف وميار اللي احنا قمنا وقاعدنا في الشارع بعد ما قاعدنا في زلمجا وقالنا اقعدوا في هذه الخيمة ولما تشوفوا لكم لما تدبروا خيمة يعني خلص تطلع وطلعت وجدته هنا تمام طيب بدي أرجع أحكي معك محمد تولين أختك عمرها ستة شهور بس هاد إلها متطلبات وبتعيط بتبكي بتشعر انها مثلا بدها إمك أبوك أمراض يعني كل يوم بتعيط في الليل يعني بدها تأكل هي المفروض يعني مشانا لا تعميها المفروض بعمرها يعني كانت امي يعني تنايم هاد كاعدها يعني ولما بتعيط في الليل هي امي تردعها يعني أحسن يعني أوفر يعني ما قوم أولع نار في الليل وعمل حليب ممكن المايك يا تولين المايك لا سمحتي المايك لا سمحتي طيب هي رضيعة مفروض آه طب هي بترضع الرضع اللي انت بتعملها وبعملها هوك زاهر آه هي بعملها هي سخنة شوي يعني دفاوة وبتشربها تعودت انت طيب تمام تولين اللهم صلى على سنة محمد طيب يا ميار آآ كيف حالك الحمد لله انا بدي اجي جنبك تمام آآ بس بدي تحكيلي آآ زمان بيتكو ايش بتتذكر في آآ ايش بتتذكر شغلات كانت دايما امك تحكي لكو اياها كان والدك يحكي لكو اياها آآ بيتكو غرفتك سريرك انا كنت يعني كل يوم اردت بسريري انام على سريري يعني اصحى الصبح اردت بغرادة اطوح رماتة احطهم على تختة يعني اردت بغرفتة يعني ماما تقعدنا حواليها بتعمل الرضع على طولين يعني ننزل عند سيدة يقعدنا في حضنة نلعب نلعب احنا وسيدة يعني نكون نلعب في المدرسة احنا وضر جرانا يعني ويعني نقرأ في المدرسة نكون يعني احنا بندرس في المدرسة يعني اشتقنا لكلام المدرسة اه كلام يعني انا اشتقت للمدرسة يعني انا كنت احب المدرسة كتير كتير واشتقت لدرجلان ان العب معامو اشتقت لسيدو ان يعني اقعد جنب ونتكلم مع بعض اشتقت لبابا اشتقت لماما يعني اشتقت لغرفتة والسريرة كيف وضعهم الآن انا بعرف انو البيت مخصوف لكن بشكل عام بهدي الشغلات كيف ممكن نسترجعها البيت كيف ممكن يتعمر بنحط خيمة جنب الدار وبنقعد فيها مشتقين المهم تكونوا حوالينا البيت اه طيب ايش كانت اكتر حاجات بتحكيلك اياها ما قبل ما تستشهد انو يعني ضليك في المدرسة ويعني خلي يعني قراءتك عالية خليك القول على الصاف ضليك في المدرسة لو قلك حد اطلع منها ما تطلعش تذكر لما ايام كانت اتمشط لك شعرك وتجاهزك للمدرسة اه كانت هي اتمشط لشعر وتجاهزنا للمدرسة يعني وكانت تحضر لي ايش يعني المواد اقرأ في المدرسة يعني كانت تحضر لي الشنتة انا واروح للمدرسة عادة ايش بتتمني انت انو نروح ويتكون حياتنا زي اللي كانت في الدار يعني نرجع للمدرسة نقرأ فيها نتعلم فيها يعني نكون حوالينا الدار نشوف سيد وستة اعمامي بابا يعني نروح يعني نزور ماما في القبر هذا اليوم يعني لما نحكي انو ترجعوا بحبين ترجعوا بس حترجعوا وكتير الدنيا نقلبت كتير الدنيا تغيرت اه يعني حنحط خيمة جمدرنا المكسوفة يعني الثاني يوم نصحى نحضر يعني نروح الدار المكسوفة نشوف اذا كتبنا ضايلين ننطلعهم نروح المدرسة فيهم يعني اذا ضايلين يعني نروح نشوف انطيتنا نشوف صاحباتنا دار جراننا نقعد معاهم يعني يعني نرجع لحياتنا اللي كانت زمان حلو حلو هذا الاشي انت بتحكي عن الانطي تمام؟ ايش اسماء الابلات؟ من اكتر قبلة كنت تحبيها؟ اكتر معلمة كنت تحبيها؟ شو بتتذكري بالنسبة لصحباتك في الصف؟ هناء وفاطمة صحباتك؟ ايش اخبارهم؟ هناء وصحبيتي فاطمة انت الاكتر واحدة بتحبيها؟ هناء وصحبيتك فاطمة ايش اخبارهم؟ اسمعتي ايش عنهم؟ لا خايفة عليهم؟ اه يعني انا كل يوم بتذكرهم بتذكر ماما وبابا ومدرستة ومديرة اللي كانت تعلمنا وصفة ويعني كل اشي كنت تذكره الصف الان والمدرسة تحوروا المراكز ايواء للنازحين؟ صح بس احنا مش هنرجع نقعد فيهم غير لما يشوفونا مدارس نقعد فيهم يعني نعيش فيهم نعمل فيهم اياتا اشيه ان شاء الله بترجعوا بتعمروا بيوتكو يا ميار ان شاء الله يا رب ان شاء الله شكرا اليك حبيبتي بدي ارجع احكي معك محمد بصفتك انت الان يعني صرت تحملت المسئولية وبتشعر انه اليوم انت اخدت هذه المسئولية واليوم انت اصبحت اكبر من عمرك انا اه يعني انا تحملت مسئولية اكبر مني للمفروض احد ابويا يعني امي تحمل مسئوليتي انا تحملت مسئولية اخوتي يعني وانا الي بقوم فيهم انا يعني بروح بلملمهم انهم حطب انا يعني بغديهم انا بعملهم غدا انا يعني بقوم فيهم كلهم يعني انا تعبت انا نفسها روح اغزة يعني نقعد انا والله شتقت كتير لدارنا يعني نقعد يعني عباب دارنا انه نرجع نعمل خيمة نشوف ستة وسيدة يعني نرجع على غزة على الاقلية انه نرجع على غزة بتقول اتعبت انا تعبت كتير اصم الحرب هاده انو نفسها روح اغزة انتو في رفح الان احنا اه في رفح بس يعني مش حياتنا يعني زي حياة غزة هاده رفح يعني انا مستعد ustedes يعني ان ا ارواح اغزة sucking يقعد يعني انه يقولوا mm يعني انه يقولو يجري على مرزة يعني اول ما يقولو هدجنا عملوا يعني ان رواح اغزة انا ضغري يعني بتمنى يعني ان رواح لا ان شاء الله ان شاء الله بترجعوا على بيتكم بنجد انتوا ب غدك إيش هابب تحكي buying ايش هابب تطلبو ايش بتتمنى انا الحمدللاه نقعدنا نحنا في الخيمة battlefield يعني انا نحنا قيدنا sinners itutional ايش بتمنى؟ أتمنى أن نروح على غزة هذا الصوت الذي سامعه كيف تسمعه هذا القصف؟ هذا صوت قصف حتى مبارع كمان ضربه حزام نار ضربه مبارع حتى كمان وهي الآن حتى كمان قصف مخيف يعني قصف كتير هذا كيف تهدي إخواتك لما يصير قصف؟ الآن لما صار قصف طلع يجرب لما يصير قصف يعني بصروا عيطوا يعني يعني بخافوا أكتر شي بخافوا يعني من القصف يعني لو ضربت دار جنبينا طب هاي بدي أحكي مع ميار ميار الآن صار القصف هاد صح؟ كيف شفت القصف هاد؟ أنا يعني شفت مرة جنبينا دار انقصفت وحنا في الدار شفت هوا هي الصروخ نزل عليها والدار نازلة بس هاد القصف اللي الآن صار بخوف؟ آه يعني القصف اللي جبل أهدا من هذا هاد حزام ناري اسمه آه هتعرف الشين حزام ناري؟ اللي هو يعني إيش محمد حزام ناري؟ يعني ساطر يعني ساطر دور بضالهم يأخذوا بعلهم سواريخ 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 وارا بعض يعني بضالهم ينزلوا على الدور بنزلوا دور يعني مربعات بنزله هاد هو الحزام ناري أنا هذا القصف اللي وارا بعض هيك الغرات المسترسل الأطفال عمال بيستمعوا إلها طيب أنا يا محمد أول شيء ربنا يرحم والدتك وإن شاء الله ربنا يجمعكم في والدك وربنا يقدرك على هذه المسئولية اللي أنت تحملتها بدري وخلي بالك من تولين ومن ميار ومن زاهر ومن بقيت إخواتك مناشي وكلها دي جيب حاجة تانية كلها؟ آه تمام نشوف إيش إن شاء الله وإن شاء الله هيك ربنا يهدي بالكم يا طبعا بهذه الخيمة الآن كيف بتهديها تولين لما تعيط؟ برضو بهذا الكيس؟ آه أمرات يعني ده حاجة هي تلعب فيها يعني بحاجة تلعب فيها أنا بهديها لكنه فيش ألعاب أصلا وفيش شغلات؟ فيش ألعاب هنا يعني فيش ألعاب موجودة يعني نلعبها فيها أمرات لما تكون جاءانة يعني بديها لعبة إذا ما كانش عندها يعني في حليب عبل ما رح أجيب لها الحليب كيف بتجيبوا الحليب غالي كتير اليوم؟ اليوم غالي حتى كمان ومقطوع هو حليب هال يعني الأصلي فرانسلي هلقيت هي بتشرب يعني لما تكون جاءانة جاءانة بتشربهوش كتير الحليب اللي بجيب لها إياه هو الحليب اللي مش فرانسلي هذا؟ آه حليب غير يعني الفرانسلي طب هذا كيف بتوفر الحليب المخاصص إلها؟ يعني أي حدا يعني بساعدني بيقدر يساعدنا يعني لما يكونوا معايا وصار بروح يعني بدور لها علام في كل السوق يعني بروح هون مكان عشان أجيب لها حليب وبامباز يعني أقدر أوفر لها بامباز وحليب الله يقدرك محمد يا رب شكرا جزيلا لكم وربنا يقدرك محمد وربنا يكون بعونكم وشكرا جزيلا إليك حبيبي طبعا هذه الخيمة يتجمع فيها الألم بفقدان الأم التي ارتقت شهيدة وكذلك الأب الذي لم يتم التواصل معه من قبل الأبناء حتى هذه اللحظة والعم يقول لهم بأن الوالد بخير نتمنى أن يكون بخير ونتمنى أن يتوقف هذا الألم وهذا الوجع لهذه العائلة التي أيضا هي نازحة من أقصى مدينة غزة إلى أقصى جنوب قطاع غزة هنا في مخيم بدر بمدينة رفح هذا المكان الذي يحتضن هؤلاء الأطفال السبعة أصغرهم تولين صاحبة الستة أشهر في هذا المكان وكان يعيلها شقيقها الأكبر محمد وهي تمنيات بأن يستطيع تحمل هذه المسؤولية التي داهمته مبكرا في هذا العمر الصغير لهم جميعا على سلامة لقناة الجزيرة مباشر من مدينة رفح جنوب القطاع